أعلنت شرطة المغربية اعتقال شبكة إجرامية متخصصة في تنظيم الهجرة غير الشرعية في تنجى شمال البلاد تجاه إسبانيا وقالت المديرة العامة للأمن الوطني في بيان إن إجراءات البحث تمكنت من توقيف ثلاثة أشخاص ينشطون في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية مقابل مبالغ مالية متفاوتة كما تم توقيف مالك منزل يشتبه في ارتباطه بهذه القضية لافتة إلى العثور على 17 مرشحا للهجرة بينهم 14 جزائريا